اكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما تشهده العلاقات البحرينية الامريكية من تقدم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالتعاون والتنسيق الدفاعي وبما يخدم ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة والفريق الركن ذياب بن سجر النعيم رئيس هيئة الاركان سعادة السيد ريتشارد سبينسر وزير البحرية الامريكية والوفد المرافق لها حيث رحب سموه بالسيد سبينسر مستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وجرى خلال اللقاء تطرق الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتطورات الاقليمية والدولية والجهود الدولية خاصة ما يتصل بتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الارهاب والتطرف منويا سموه بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية الى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة من جانبه ياشاد وزير البحرية الامريكي بجهود مملكة البحرين في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة منوها بقيادة المملكة لقوة الواجب المشترك